نستعرض معكم أبرز حوادث الاغتيالات الإسرائيلية لقادة فلسطينيين وأيضا من إيران ومن بلدان أخرى في الخارج ليست في الأراضي الفلسطينية أبرز الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل عام 1972 اغتيل الصحف الفلسطيني غسان كنفاني عبر تفجير سيارته في بارود بعبوة ناسفة في 1973 اغتيال ثلاثة من حركة فتح ومنظمة التحرير محمد يوسف النجار كمال أدوان عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح وكمال ناصر المتحدث الرسمي باسم منظمة التحرير عام 1979 تم اغتيال القيادة بالجبهة الشعبية ودي حداد عن طريق السم وذلك أثناء وجوده في أحد فنادق ألمانيا الشرقية 1988 اغتال الموساد القيادة في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح خليل الوزير بضواحي العاصمة التونسية 1992 قصفت طائرات اسرائيلية موقب الأمين العام لحزب الله عباس المسوي في بلدة تفاحتة في جنوب لبنان وأدى لمقتله وزوجاته ونجله بعدها بثلاث سنوات في عام 1995 اغتيل الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي فتح الشقاقي عبر إطلاق الرصاص في رأسه في 1997 حول الموساد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في العاصمة الأردنية عمان عبر حقنه بمدة سامة وفي 2004 اغتيل عز الدين الشيخ خليل وهو من كوادر حماس بانفجار سيارته في دمشق في 2008 اغتيال القيادي في حزب الله اللبناني عماد مغنية بتفجير سيارة مفخخة في دمشق أيضا وفي 2010 اغتيال محمود المبحوح القيادي بحماس في دبي عن طريق حقنه بسم سريع الانتشار لا يترك أثرا في الجسم بين عامي 2010 و2012 اغتالت اسرائيل العديد من العلماء النوويين الايرانيين منهم مسعود محمدي استاذ الفيزياء في جامعة طهران ومجيد شهرياري مؤسس الجامعية النووية الايرانية وداريوش رضائي ومصطفى احمد روشن الذي كان يعمل في موقع نوتنز النووي في 2016 اغتيال عمر الناي النشط السابق بالجبهة الشعبية وجد مقتولا داخل سيارته في بلغاريا وفي 2016 اغتال المساد المهندس التونسي محمد الزواري باطلاق الرصاص عليه أمام منزله بمدينة صفاقس وفي 2018 في ماليزيا اغتيل المهندس الكعربائي فاذي البطش وذلك باستهدافه بحوالي 14 رصاصة من قبل مجهولين على دراجة نارية اذا كانت هذه سلسلة من الاغتيالات التي نفذتها اسرائيل لنشطاء فلسطينيين وايرانيين خارج اراضيهم اشتركوا في القناة